أكمل مجلس النواب اليوم التصويت على مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية باستثناء المواد المختلف عليها والمتعلقة بمحافظة كاركوك لحين التوصل لاتفاق بين الكتل أكمل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم وفقط فقرتين أو مادتين سوف يتم التصويت عليها بعد أن يتفق نواب كاركوك يوم السبت كل المواد الأخرى تم التصويت عليها الخيار التركماني بإجراء الانتخابات في قانون خاص والكرد يريدون لا وفق هذا القانون أعتصور أن الخيار الذي سيحظى بالإجماع أو بالغالبية النص الحكومي لأن ابقاء الوضع في كاركوك على حالة أفضل من إيجاد مشكلة جديدة بانتخابات غير متوازنة وغير عادلة وتم اليوم أيضاً الانتهاء من استجواب وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي من قبل النائب عالياً صيف حيث أجاب الوزير على نحو عشرة أسئلة تقدمت بها المستجوبة خلال الجلسة تخص شبهات فساد وهدراً للمال العام في وزارتي التخطيط والتجارة على أن تستكمل إجراءات الاستجواب المتبقية خلال الجلسات المقبلة حول عقود أيضاً كانت في بعضها جواب وزير جواب مقنع وفي بعضها أنا كشخصي لدي تحافظات يعني بعض نقاط لكن في المجمل كان جواب الوزير جواب مقنع وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون باب العاصمة العراق الحضارية ومقترح قانون مقاضات الدول والجهات الداعمة للإرهاب ومقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين القانون ينص على تخصيص راتب مقدار 250 ألف دينار عراقي يتم تقديمها للشاب الخريج عند عدم تعيينه ويتم استرداد هذه المبالغ بواقع 10% عن كل راتب يتقاضاه الخريج بعد تعيينه سواء كان تعيينه في القطاع العام أو القطاع الخاص وبعد استكمال مجلس النواب جدول أعماله رفعت الجلسة إلى يوم الخميس المقبل ومن المفترض أن يصوت مجلس النواب في الجلسات المقبلة بعد استكمال الاستجواب على القناعة من عدمها بأجوبة وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي على أن يتم التصويت على إقالته في جلسة أخرى في حال عدم قناعة المجلس بأجوبته من داخل مجلس النواب ببغداد أحمد عرام الحرة